الأخطاء اللي بتواجهنا وقت نبتدي أي شي جديد بالحياة هاد أمر كلنا بنوقع فيه وما في أي شي غلط أنه نخطأ لأن اللي ما بيغلط ما بيتعلم وهذا الكلام بينطبئ على مشوارنا مع اللينوكس فخلينا نشوف بعض أشهر الأخطاء اللي المستخدمين أو الوافدين الجدد للينوكس بيوقعوا فيها واحد من أشهر الأخطاء اللي أكيد أنا وكل الناس وقعت فيه أول ما بتدت باستخدام لينوكس هو محاولة تثبيت البرامج عن طريق تنزيل ملفات الـ EXE اللي كنا متعودين عليها بويندوز بدل ما نستخدم مدير الحزم أو الباكيج مانجر فبالأول والأخير نظام التشغيل هو أداة منستخدمها لتثبيت البرامج اللي هي الهدف الأساسي من استخدامنا للنظام وكمستخدم أول مرة بجرب نظام جديد فمن الطبيعي أني جرب الشي اللي أنا متعود عليه وعلى الرغم من أنه على لينوكس أنا فيني نزل ملفات تنزيل البرامج من الإنترنت طبعا ليست ملفات الـ EXE بس هاي ما لها الطريقة الصحيحة لتثبيت البرامج على لينوكس الخطأ الثاني المرتبط نوعا ما بالخطأ الأول هو الخوف من عدم توافر البرامج فصحيح أنه لحد الآن في عندي بعض البرامج الخاصة اللي ما لها متوافرة على لينوكس واللي ممكن أنا احتاجها للقيام ببعض الوظائف وما بتوقع أنه توافر هاي البرامج على لينوكس رح نشوفه لا بالمستقبل القريب ولا المستقبل اللي بعيد لأنه الشركات المطورة لهاي البرامج بالأساس ما بدها تدعم لينوكس بس خلينا نكون واقعيين فأغلبنا نستخدم الكمبيوتر كاستخدام منزلي إما للدراسة أو لاستهلاك المحتوى أو للألعاب بس إذا أنا كنت واحد من هاي الناس اللي بحتاج لواحد من هاي البرامج الخاصة وباستخدمه على لينوكس فهي البرامج بالأعم الأغلب هي برامج مدفوعة وليست نجانية وأسعارها أكيد ما رح تكون رخيصة يعني مثلا حزمة أوفيس ما لها حزمة رخيصة حزمة أدوبي ما لها حزمة رخيصة وأنا كمستخدم يعني أنا قاعد بالبيت وما لي مستخدم هاي البرامج كمصدر دخل أكيد ما رح يكون عندي الإدراء لإني اشتريها إذا كنت على ويندوز ووقتي اللي بكون على ويندوز وعم ما لي استخدم هاي البرامج فأنا يعني فينا نقول أني رحت لطرق ملتوية وغير شرعية مثل القرصنة والتهكير لحتى أحصل على هاي البرامج وبنفس السياق في عنا خطأ هو ليس خطأ بحد ذاته وإنما معتقد خاطئ ألا وهو أنه كل شي على لينوكس مجاني فرغم أنه هاي الكلام بالأعمل أغلب صحيح بس على لينوكس في عندي برامج مدفوعة وفي عندي عدد لا بأس فيه من البرامج اللي هي بطبيعتها برامج مجانية ومفتوحة المصدر بالاستخدام البيزيك بالاستخدام بالميزات الأساسية بس هاي البرامج بتقدم لي مجموعة إضافية من الميزات لحتى أحصل على هاي الميزات فأنا إما لازم أني أشتري مفتاح تفعيل أو رخصة لحتى استخدمها وهلأ لو بعدنا شوي عن البرامج وحكينا عن التوزيعات فوجود عدد خنف وشاري من التوزيعات على لينوكس بيتسبب أنه المستخدم الجديد للينوكس ممكن أنه يختار التوزيع الغلط غير المناسبة إله فمع أنه كافة التوزيعات بالنهاية هي لينوكس بس كل توزيعات رح تستخدم المظهر الخارجي الخاص فيها كل توزيعات بتجي مع برامج مسبدة مسبقاً بتكون مختلفة عن التوزيعات تانية بعض التوزيعات ما بتجي مع أي برامج مع عدد اللي بتخلي النظام يشتغل فهلأ شهرة التوزيعات هذا الكلام مو بالضرورة يعني أنه هاي التوزيعات هي المناسبة إليك فهلأ يعني أردش لينوكس أكيد ما رح تكون مناسبة لواحد بحياته ما لمس لينوكس أبداً خطأ تاني الكل اللي بنوقع فيه هو أنه نتوقع أنه كل شي يشتغل على لينوكس بنفس الطريقة اللي كان يشتغل فيها على ويندوز وهذا الكلام بينطبئ على السوفتوير وعال هاردوير فطبيعة لينوكس المختلفة تماماً عن ويندوز معناها أنه اللينكات والمكتبات مكتوبة بطريقة مختلفة تماماً عن ويندوز فحتى لو كان برنامجي بالمظهر الخارجي مطابق تماماً لنظيره على ويندوز بس ممكن يكون فيه عندي بعض الوظائف اللي بتشتغل بس على ويندوز وبحالة الهاردوير فالخطأ هون لا هو من نظام التشغيل ولا من المستخدم لأنه فيه كتير أجهزة وملحقات اللي الشركة المصنعة متخذي قرار أنه ما تصدر إلا الدرايفرات أو التعريفات المتوافقة مع ويندوز أو ما تصدر إلا درايفرات لويندوز وبهي الحالة رح يشي أخونا المستخدم الجديد وقت اللي رح يشوف أنه الواي فاي ما تشتغل على اللابتوب اللي عنده فبدل ما يروح ويلوم الشركة المصنعة لللابتوب أو لكرت الشاشة بتلاقي راح أولام لينوكس أما يمكن الخطأ الأشهر على الإطلاق فهو الخوف من استخدام الترمينال أو عدم استخدام الترمينال فهلأ صحيح أنه أنا سواء كنت مستخدم متقدم أو مستخدم مبتدئ ممكن أني يقوم بكافة المهام اللي بدي إياها بدون ما أني ألمس الترمينال أبداً واستخدم لينوكس لسنوات وسنوات بدون ما افتحها أبداً بس أنا إذا ما استخدمت الترمينال فبهي الحالة بكون عمضية على نفسي متعة استخدام لينوكس بالمقام الأول واحد من أشهر الأمور المعروفة عن مستخدمين ويندوز هو تجاهل تحديث النظام ويمكن في ناس ما بتدخل لقسم التحديثات الموجود ببرنامج الإعدادات من الشهر للشهر مرة وفي ناس يمكن ما بتعرف بالأساس أنه هاد القسم موجود وهاد السبب اللي دفع ويندوز أو دفع مايكروسوفت لأنها تقوم بتحديث النظام بشكل أوتوماتيكي بدون تدخل المستخدم مع أنه هاي الميزة يعني مزعجة بس هي وظيفة ضرورية لنضمن أنه يكون النظام محدث دائماً في حين أنه على لينوكس فعملية تحديث النظام هاي العملية المستخدم هو المسؤول عنها واللي لازم أنه يعملها وقت بده بس في كتير من المستخدمين الجدد وقت اللي ينتقلوا للينوكس بيتجاهلوا تماماً تحديث النظام وأنه النظامي لازم يكون دائماً على أحدث إصدارات لحتى سد كل الصغرات الموجودة الصغرات الأمنية الموجودة وما فيني ما أذكر خطأ ليس بالصغير وإنما خطأ كبير وهو أنه في كتير ناس وقت تبتدي مشوارها مع لينوكس راح تكون أحد نوعين من الأشخاص النوع الأول هو اللي بيعتبر نفسه كاسة ممتلئة وبيعرف كل شي ومنه بحاجة يتعلم أي شي جديد في حين أنه النوع الثاني اللي هو بيعتبر نفسه كاسة فارغة وبتلاقيه بده يتعلم كل شي بعالم لينوكس خلال خمس ثواني أو بعد ما يشوف فيديو واحد على يوتيوب هذول النوعين من الناس غلط لأنه النوع الأول هو النوع المتكبر والمتعجرف وما في أي إنسان بيعرف أي شي بالكون في حين أنه النوع الثاني بتلاقيه عماله يشمع معلومة من هون ومعلومة من هون وأمر من المكان الفلاني وبرنامج فلاني لغاية ما الكاس اللي عنده تمتلي ورح تكون ممتلية بمعلومات مبعصرة ومالها مرتبة وبهيك حالة بيكون عماله يدروح على نفسه فرصة أنه يتعلم أمر واحد بشكل صح ويأتقن هذا الأمر أو الوظيفة قبل ما ينتقل للتوتوريال اللي بعده وأما الناس اللي لا هي من الفئة الأولى ولا من الفئة الثانية فممكن أنها تكون من فئة الناس اللي حابة أنها تتعلم بس ما عندها استعداد أنها تستخدم مصادر التعلم الموجودة على الإنترنت أو ما بتحاول أنها تفتح المنتديات أو تندمج مع مجتمع البرمجيات الحرة وحتى وقت اللي يروح لواحد من هاي المواقع أو المنتديات لحتى يطرح مشكلته أو يطرح السؤال اللي عنده فبتلاقيه بيطرح السؤال بطريقة غلط بحيث أنه ما بيقدم أي معلومات يعني ممكن أنها تساعد الأشخاص اللي موجودين بهذه المنتديات أنه يساعدوا بحل المشكلة فبتلاقيه حاطة بس الترويسة عن المشكلة بس واجهتني مشكلة فلانية بدون ما يعطي أي معلومات فبهي الحالة إما أنك ما رح تحصل على حل لمشكلتك أو ممكن أنك تحصل ببعض الأحيان وللأسف على أجوبة يعني ممكن أن تكون هاي الردود وقحة فنصيحة للمستخدم سواء المبتدئ أو المتقدم أو الجديد أو أي شيء بغض النصر عن نظام التشغيل اللي عمالك تستخدمه وقت بدك تطرح سؤال عن مشكلة معينة حاول أنك تعطي أكبر قدر ممكن من المعلومات وتفصل إلى مشكلة يعني لأدق التفاصيل لحتى تضمن أنك تحصل على الحل وجواب لمشكلتك وكمان واحد من الأخطاء اللي بترتكبها وقت اللي بتكون عمالك تتعلم لينوكس وبالأخص كيفية التعامل مع التيرمينال أنك بتلاقي على الإنترنت عدد كبير من السكريبتات والأوامر وكمستخدم جديد بتلاقي نفسك بشكل لا إرادي عمالك تنسخ هاي السكريبتات وتحطها بالتيرمينال بدون ما تلقي نظرة على محتواها أو تعرف مضمونها وهذا الخطأ ممكن أنه يتسبب بنتائج كارثية إذا كنت عمالك تنزل هذا النوع من الملفات من مصادر غير موسوقة وبأضعف الحالات فالأمر اللي نسخته ما رح يشتغل معك إذا كنت على سبيل المثال عمالك تنسخ أمر لتثبيت برنامج على فيدورة ورح تستخدمت أمر APT الخاص بأوبونتو وخطأ كبير جدا 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 هو أنك تعتقد أنه لينوكس هو بس نظام للتهكير أو تفكر أنك إذا نزلت كالي لينوكس رح تصير هاكر محترف فالأدوات اللي موجودة على توزيع مثل كالي مثل ما حكيت ببداية الفيديو ممكن أنك تثبتها على أي توزيع لينوكس تانية وممكن ببعض الحالات أنه هاي البرامج تكون متاحة على ويندوز فاستخدام هاد النوع من التوزيعات ما رح يعملك هاكر واستخدام لينوكس ليس بالضرورة هو فقط للهاكرز وأكيد فيديو واحد ما بيكفي لذكر كافة الأخطاء اللي الناس بتوقع فيها بس كوافد جديد للنظام لازم أنك ما تخاف أبدا من ارتكاب الأغلاط لأنه هاي الطريقة الوحيدة لأنك تتجنبها بالمستقبل وما لازم أنك تستسلم أبدا وتمشي خطوة بخطوة مثل الولد اللي عماله يتعلم المشي وبأمان الله